قبل كده وريتك ازاي تقدر تعمل اقلة حزبة بسيطة بلغة البايثون النهاردة هنحسن في الكود ونضف له ميوزات جديدة سلام عليكم الاخبار احمد سامي فيديو جديد قبل كده في فيديو انا وريتك الاقلة الحزبة دي معمولة بلغة البايثون بسيطة جدا كل شغلاتها في الحياة انها بتاخد اربع اركام وتحسبهم خلينا وريها لك النهاردة في الاول هنكمل على يعني في الاول احنا هنكمل على الحزبة دي هنحسن في الكود وهنضف له ميزات لكن خلينا وريها لك الاول انا دولتي في محرر الكود فيجيول السوديو كود طبعا دي تستخدم اللي انت عايزه الترميل على يميني والكود على الشمالي طبعا انت ممكن استخدم بالسي ام دي وتستخدم النوت بياد اللي يجبك اهيوة مسلا نقول اتناشر رقم التالت تلاتة زي ما انت شايفت داني الاربع عمليات الدارب والطرح والجامع والاسمة وكده البرنامج خلص زي ما انت شايف البرنامج معمول بمنطقة البساطة اللي في الدنيا زي ما انت شايف ايه بيساوي اا يعني عاملنا متغير اسمه ايه خلناه بيبنتخل المستخدم يدخل القيمة الاولانية ونحتفظ بالقيمة في المتغير ده بعدا ما انعمل لها كاستنج اذا فلوت طبعا كل ده اتشارح في الفيديو اللي فاتن وبي برضو بندخل رقم التالي نفس الموضوع بعدين هنا اربع ستور برينت بنطبع على الشاشة النتيجة بالاربع عمليات اللي انت شفتوهم قبل كده وبنستخدم الاف سترينج عشان ان احنا نقدر نطبع المتغيرات والكلمات بشكل سهل طبعا كل ده اتشارح في الفيديو اللي فاتن زي ما انت شايف البرنامج الشغال يعني انا اوريته لك البرنامج الشغال لكن خلينا اقول لك مخبرتي في البرمجة ان ده كود مش صح طبعا ان ده مش حاس انه مش صح ليه لان ده برنامج من ست ستور اسهل من كده مفيش لكن في برامج كبيرة ده غلط ازاي خلينا نحاس ان في شكل الكود شوية ونضف لمميزات اولا مفيش حد دروقتي عارف البرنامج ده بتاع مين ولا اي حاجة فما فمفيش تديل حد صح ولا غلط صح دي اول نقطة تاني نقطة خليني اور لك التحسنات ممكن نعمل ايها? يعني انا رأيي ان احنا ممكن نعمل دلة مسلا ونخليها تحسب الرقمين دول. فانا عملت دلة هنا سميتها واخدتها بتاخد اي و بي. نعمل لدول. اخد مساحينا عشان تقدر تشوف. ونحط مسلا هنا. مسلا. دلوقتي انا عملت ايه? انا حاطيت كل دول في دلة. ايه دول او الفانشنز? ايه عبارة عن بلوك من الكود. طبعا انا شرحت اكل اضاف مقدمة البرمجة لكن دلوقتي انا هديك فكرة سريعة جدا على انا بقوله. فده بلوك من الكود. يعني معناها ان انا لو اعوز الاربع سطور دول اطلبهم مية مرة مش هتكتبهم تاني. ممكن الاربع دول يبقوا عشرة وعشرين ومية والف. فدلوقتي لو اعوز احسب رقمين بتنادي على اسم الدلة دي بتديها اللي اربع حاجات دول. نيجي تحت هنا. كالكو هنديها ايه? وبي. طبعا انا عايز افهمك ايه اللي حصل ده? طبعا نقص الزيادة ده شلناه من المحرر اللي انا بستخدمه بس ما بيش حاجة يعني. المهم. ايه اللي حصل? الاول بمطالة البساطة. اللي احنا عملنا ايه? احنا عملنا دلة جديدة ودناها القيم دي. يعني ايه دلة ودناها القيم? انت الشيء فهمت ان الدلة بالنادلها. وبتنفس الكود اللي جواه. كويس? فاحنا لما ندها لها ونديها رقمين اتنين هتطبعه. زي بالزبط كي انك عمل دلة بتبعت ايميل. كل شغلانة الدلة دي في الحياة ان هي تبعت الميل اللي انت مدهولها. وبتديها قيم معينة عشان تشتغل. ايه مثلا القيم? القيم دي زي مثلا الايميل اللي انت هتبعت له والمحتوى بتاع الايميل وهكزا. هديك مثال بسيط زي الواتساب. نفترق الواتساب هيكتبه الكود اللي بيبعت رسالة ان انت مثلا تدوس عليه يبعت رسالة للمستخدم او اللي انت بتكلمه. هيكتبه بكل شات ما ينفعش. لازم يخلوه في مكان له واحده وتندهله كل مرة. بقى بالتالي لما تعوز تعدل على الدلة دي. ما تحتاجش تلفة في البرنامج كله. انت خلاص عارف فين الدلة اللي بتجمع. فلما تعوز تعدل حاجة تقدر تروح لها. اوكي? كده احنا خلصنا. نجرب بقى الكود بتاعنا. هتلاقي طبعا شغال زي ما هو. اول رقم اتناشر تلاتة. طبعهم زي ما هم بالزبط. اوكي? دلوقتي احنا لحد دلوقتي عملنا شيء كويس. هزي نعمل حاجة تاني. دلوقتي البرنامج ما يفعش نديل حد لانه ما فهوش اي معلومات. مجرد انا بيجبع عربع ارقامه بس. ايه رائكنا? ونقول للمستخدم البرنامج ده بتاع مين? دي اول حاجة. تاني حاجة ايه رائك لو نسأل المستخدم لبرنامج عجبه ولا لا? عشان يدينا فيدباك. طبعا كل برامج تسأل على فيدباك عشان تحسنه. او ممكن مسلا عايز توريلي الموقع بتاعك. او تقوله ان انت اللي صممته. تعمل موضوع ده ازاي? خلينا نشوف. هنعمل ده اللي جديدة. هنديفاين ده اللي جديدة ونسميها مسلا اسكيوزر. دلوقتي احنا الجوة ده اللي نسميها اسكيوزر. اول حاجة هنعملها برينت. ممكن نطبع عن ايه نقول له مسلا. احمد سامي. طبعا تحط الاسم بتاعك زي ما انت عايز. اوكي? تاني حاجة هنقول مسلا اس. نعمل متغير اسمه اس. ونخليه يساوي انبوت. طبعا انت شوفت ده المرة اللي فاتت. ده طبعا اللي موجود على الشاشة ده ده لتول تيب بتساعدني. هنسأل مسلا نقول له ايه ديو لايك زيس اب? واي. واي سلاش ان. عجبك البنمج ولا لا? اكتب لي واي او ان. يعني ياس او نو. اوكي? وبنحتفظ بالموضوع ده في قيمة المتغير اللي اسمه اس. طبعا ممكن انت ساميه زي ما انت عايز. انا بس سميته اس للبسطة. هنيجي تحت نعمل ايه الاف الاف انا شرحتها قبل كده في مقدمة البرمجة. خلينا اشرح لك على السريع. الاف هي بمنتهى الاختصار عبارة عن دلة ايه زا ولو? ايه زا حصل الشرط الفلاني فنفز للكود ده. لو ما حصلش نفز للكود ده. ولو حصل كزا نفز لي كزا. او ده شغل الاف اسمت. اوكي? ففي الاول هنقول اف. الاس بتساوي واي. لو المستخدم موافق. هنديه القيمة نقول له ايه مثلا thank you. thank you. thank you. هنا نقول له مثلا. الف يعني ازا لو ده طبعا كود بايسون صرف. هنقول له ان الاس دي بتساوي ان. نا لا ما عجبنيش. هنقول له print. مثلا. او ممكن تحط الايميل بتاعك عشان يقدر انه يقول لك. لكن انا ببصر. لو ولا ما فيش ولا حاجة ما الدول اتحققت. نيجي تحت نقول له ايه? print. مثلا لو هو كتب حرفة غلط. you can type a single letter. ووش بيتحك مثلا. طبعا انا بيهزر ما تقول لش المستخدم بتاعك كده. وكده الدلة بتاعتنا خلصت. خلينا كده نجيبها قدامنا بالزبط على الشاشة ونشرحها لك حاجة حاجة. ايه اللي احنا قلناه دلوقتي? دلوقتي بمنطقة البساطة. احنا عملنا دلالة جديدة. اسمها اول حاجة بتطبع للمستخدم او او احمد سامي. وهنا عملنا الاس بياخد بيقول لك وبعدين عملنا لو الاس ده بيساوي يعني المستخدم عجبه يبقى ماشي تمام بقوله شكرا. لكن لو ما عجبوش. بقول له واعي بليس تال مي قولي. لو الشر ده مضحقاشي. وهنا بنقول له اسك يوزر. كويس? ده الموضوع ده بمنطقة البساطة زي ما انت شايف. طبعا الاف احنا شرحناها قبل كده. اوكي? دعنا ننضح على الدلالة دي ونشوف الموضوع. اوكي كده احنا خلصنا نجرب. نقول له اتناشر. تلاتة. خلانا نقول له دي مسلا اختيار غلط. او تمام. ليه? انا دولتي دست دي. لا واي ولا ان. غلط. فهو اللي انت بشايف تكتب حرف واحد جرب تاني. فخلانا نقول له مسلا واي. عجبني. وكده البرنامج قفل. نجرب مرة ابنه اتناشر تلاتة. كده البرنامج بتاعنا شغال كويس جدا. فوش اي مشكلة تسكر. كويس. انا بحب ان اطلب الدوال كلها مع بعضها. ممكن ناخد السطر بتاع كال كده ونطلبه هنا تحت. مسلا. دي طبعا حاجة انت مش مضطللة خالص. انا بس بحب بعمل كده. يعني كده لكت تحس انه بقى منظم اكتر. ممكن نحط هنا. مسلا. اف هي لايك اب او نا. اسك يوزر اف هي لايك ذي اب او نط. اوكي. فدروقتي احنا عندنا ده اللي 2 اتنين. البرنامج كبر من انا شوية. لكن طبعا المميزات فيه بقت احلى زي ما انت شايف. اوكي. ممكن بقى تعمل حاجات كتير جدا. يعني دروقتي انا بوريك البرامج بتكبر ازاي وبتستخدم ازاي. لكن انت شفت ده تقدر تعدل عليه. تقدر تحسن في الكود. انا عندي بلانز زي ما قلت لك ان انا اعمل كورس بايثون في المستقبل. اوكي. فهشرح لك فيه اللغة من الالف لليا. اوكي ممكن نتنقش في الموضوع ده في التعليقات تحت الفيديو ان شاء الله. لكن انا دلوقتي وريتك البرنامج كبر من انا شوية ازاي? احنا دلوقتي نصقناه. ممكن طبعا تشيل الاربع سطور بتاع دول خالص. وتخلي الدلة دي بتاخد حاجة تالتة. احنا خلناها دلوقتي بتاخد ايه? حاجتين اتنين. الاربع سطور دول. دلوقتي. خليني اوريلك. اهدف كالك. اللي بتاخد او بي دي. ممكن مسلا نخلي بدال. الاربع دول نخليها بتاخد كيمة تالتة اللي هي العملية الحسابية. لكن انا مش عاوزة هقاتلك البرنامج بزيادة. اوكي? من فترا عملت فيديو عن الكود النظيف القبل الاستخدام. هو ده المسال بتاعه. دلوقتي ده كود نظيف قبل الاستخدام اقدر اخد الدول دي وحطه في اي حد. اقدر اخد الدلة اللي تحت دي كلها على بعضها. اخد كل ده. وحطه في اي برنامج عندي تاني. طبعا انا هكون كاتب بقى كل الطرق بتاعتي والتواصل وكل الحاجة. انا اي برنامج اعمله كوبي للدلة دي احطها في البرنامج التاني. او ممكن احطها في ملف الواحدة. هواست ديها. يبقى بسطر واحد كود. مش هاعد اكتبها كل شيء. صح او الغلط? بالزبط كده. هو ده الطريقة اللي انت قدر تنصك بقى البرنامج. تقدر تضيف عليه بقى حاجات تانية. تقدر تعمل فيه يمين وشمال. اي بقى يوم لما عوز اعدل انا عارف انا هوصل لايه. واي حد هيمسك الكود بعد هيبقى فاهم. انا بتكلم عن ايه. او ده بمنطقة البساطة كان الكود بتاعنا النهاردة وكان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنساش يشوفه الجزء الاولاني. هتلاقي طبعا رابط الكود ده. الكود اللي شرحناه في الفيديو النهاردة. واللي في الفيديو بتاع المرة اللي فاتت. موجودين في الوصف بتاع الفيديو عشان تقدر تحملهم وتعمل بيهم اللي انت عايزهم. اوكي? بس لحد كده يكون الفيديو بتاعنا خلص يا رب يكون عجبك. ما تنساش لو عجبك اللايك والشير وسبسكرايب. وتقولي لو عايزني اعمل لك اي حاجة تانية بالبايفسون او باي لغة برمجة تانية انا كن عارفها. ااا يكون ده شيء يعني كويس بالنسبة لي. واللي ايه رأيك في فكرة ان احنا نعمل دورة برمجة. ويا طرح هل تبقى هنا ولا تبقى على يوديمي وتبقى فين? ولو في دورة لو انت بتشوف الفيديو ده متأخر وانا عملت دورة عن البرمجة فعلا هتلاقيني سايب لك اول رابط في الوصف بتاع الفيديو او في اول تعليق هو الرابط بتاع الدورة دي. بس كده الفيديو بتاعنا خلص سلام عليكم.